اكتيراتي مدمرة حياتي حياتي اختياراتي مدمرة حياتي になبية الصوت ياיבبة اللي مدمرة حياتك دي ها إختيارات ايه يا mundial ايه اللي مدمرة حياتك دي حصلك على ابني ياacas ايه ويلا ايه حماتي بسم الله الرحمن الرحيم ها باضلع أمتى دول فأيه بتشترين ما هي ابني يا بيتي ولا ايه اختيارات ايه اللي زي الزبد اللي مدمرة حياتك دي فأي يا حمات انا كلمتك ولا جبت سيرت ابنك فحاجة أنا وقفة بضبخ وبغني وأنا وقفة المشكلة ما القال للاختيارات اللي مدمرة حياتك دي عشان اتجوز تبني؟ هو أنت كنت تطولي دفره؟ ده انت حفيتي عشان يوافق عليك لا لا إلا الله هو أنت كنت تطولي واحد زيه؟ الله يرحم عدت زمان أقول له خد بنت خالتك خد بنت خالتك بلاش القرشانة اللي انت عايزها دي وهو اللي صمم عليك والله هو المفوض يغني الأغنية اللي بتقولي عليها دي لا أنا هخرج من المطبخ وأصيب لك المطبخ كله هو مر ياختي في ستين دهية والله العظيم لحطولك ملح في الأكل وبواصلك الأكل ودي ملح في الأكل هو عشان تبي تحتري من نفسك ياختي ما أخرج من المطبخ بقى عشان محدش يخد باله يالله يا هيام هاتل غدا بقى أنا جعت حضر يحمد جاية بالأكل هو أصلها يبني مسك التليفون نزلة كلام كلام مع ماميتها ليل ونهار أنا مش عارفة بتجيب وقت منين لكده لاكد أملائي لتشيف شغل بيتها وأختها ما داي اللي كله يبجئ لو ت hoop تمسك التليفون خمس سيتم مكالمات فى اليوم مع أمها لاك يعني Aubac oder Sh RC اس firing داي اعمل لك الأكل اللي بتحبه دايه وأكل القرف دا دايه الأكل كله حادي دايه الأكل دايه تبه وصي لغدل بالمنزر اللي أحد يحط here كيش مالحه كله في الأكل كيش مالح إيه ايه د هنا حطة بالظبط والله زي ما متحب والله ما حطة كيش مالحه ولا حاجه دوّقني كده ايه يا سيدي مليان ملح ولا مش مليان ملح ده طعمه بقى وحش قوي هو ينفع كده يعني جاي جعان وعايزك كله ما شخنا في البيت بوز الأكل بالمنظر ده وفي غيرها يحط الملح انت اللي بووز الأكل يا حمات وأكيد حططيلي الملح في الأكل بعد ما أنا ما خرجت اخصى عليكي حرام عليك تتبلي علي كده وانت شفتيني بعمل كده منك لله يا شيخ ما انت لو تسيب التليفون اللي في ايدك الماسكة في ايدك 24 ساعة كنت ركزتي في الأكل لكن انت نزل راحة جاي عمات تتكلمه مع عمك كل شوية كل شوية طبعا عمرك ما تركزي في الأكل ولا في الطبيعة هو انت فضيت ولا شخيبة شيري الأكل الزفت ده من هنا ده عيش هتأثر العمر تقال لي أم الواحد مش عارف يتهنى عليها في البال احسن تستاهل خليه ده فوق دماغه بدل ما هو مدلعها كده بقولك يا حبيبت انا هدخل انام وبكرة ضروري صحيني الساعة سبعة الصبح زبطي المنبه جنبي ايو اعتنسي انا عندي شغل لازم اخلصه بكرة الصبح حاضر يا حبيبي هزبطلك المنبه حعلن الوقت اهو اهو المسادسة اللي بحب وابتدى اهو ما اتفرج بقى وانبسط وانا قعدة بيتي يا هيام انت يا بيت خير يا حماتي عايز اعملك اه هتلكوا بيت مي حاضر كل حاجة يا هيام يا هيام اتفضلي يا حماتي شكرا يا اختي واتحركة كده من قدام التلفزيو وتضعيش لازالي قدامه كده انا عايز اتفرج الحتة دي مهمة قديني ماشى وشتايبهولك يا بيت يا هيام يا بيت اي يا حماتي عايزة مني ايه تاني في ايه ايه يا بيت يعني احوز منك ايه خد الكوباية الفاضية هيت ادخل الضبط المنبه لجوزي عشان ما اكد علي ان هو يسحى بكرة بدري عنده شغل وما لو يا اخت روحي بنا يعينه البومه مش كده انا انا بعرفش في الموبايلات حاجة بس هروح كده وحاول اباوز لها المنبه اللي عملته اباوز لها الموبايل والتزبطة اللي هي عملته اهو بدل صباح اخليه مساء يوم العوافي يا خوي البيت فتحية بتتصل هيبه انها جابتلي العمل اهو اللي هيفرق بابا بينهم واخلص بقى منها واعد انا ويبني الوحيدنا في البيت ايبا يا فتحي انت جاتي وقف قدام الباب طيب خطيه على عتبة وامش يلا بسرعة يا بيت قبل محد ما يشوفك وانهاجة اخده اهو ايوه تمام العمل ديت وولا هتشكل الدنيا ما بينهم وولاها نار يلا بقى خلينا نخلص في حاجة يا حماتي حاجة اهياختة مفيش حاجة دا 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 الزبال كان جاي خبط الوقت يقولك عندكو زبالع وتقوله اما عندناش ماشي يا حماتي انا دخلا نام بقى ينسون قبل ما تنام صح الله العظيم يا رب ينسون قبل النوم كده انا زيقت وطلبات بقى دا انا ناقص ادخلك الحمام كمان احطه فين احطه فين عشان ما حدش يشوفه احطه تحت المخدة دا الساعة بقت عشرة انت يا زفتة انت يا زفتة ايه في ايه الساعة عشرة والشغلة راح علي حرام عليك دا كان هيجيلي منه رزق حل والله اعطى انا زبطتلك المنبه زي ما طلبت هو ايه اللي جاره هو مرنش سيادتك عاملة على مساء من الصباحة لا والله انا عاملة على صباحة دا انا اللي عاملة بايدي اللي تنفعي تبقى زوجة ولا امه ولا اي حاجة يا شيخ الغرف ستين ده يا بقى روحي بيت اهلك انا معدتش عايزك دا ايه القرف ده لا اكل عرفة تعملي ولا طبيخ ولا اي حاجة في البيت استغفى الله العظيم انا المحروج بتاع تدر اخرى دا ايه الورقة دي دا مكتوفها اسمها هيام يا هيام يا هيام عايز مني ايه تاني انا بلمي شنطتي ومشي ودي شوف كده الورقة دي ايه دي يا لهوي دا حد عمل لنا عمل مكتوب فراء وكر واسم واسمك ايه دا وموت وجنان ايه الحاجات دي كلها مين هيعمل فينا كده خضيامة تعالي هنا تعالي ايه 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 يا ابني اتعايز مني ايه انا انا مليش دعو انا مليش دعو باي حاجة انا بقولك اهو انا مليش دعو باي حاجة او انا ليس تكلمتك ولا سألتك على حاجة عشان تقولك يدت دا ولا اقولك هاتلهم بايلك يا حاجة ايه دا تلسه بتكلمي الولية بتاعت الاعمال دية ومكلمها براحل ساعة تسعة بالليل اخها رابي يا امه يعني انت اللي عايزة تفرق ما بينه وبين مراطي اقولك ايه بس يا امه لا اله الا الله لا 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 يا حبيب انا ما كلمتها ايه كان بترنا لا تطمن عليها بس مش اكرم عادش بكلمها خالص عصبي الله ان اعمل وكيل فيك يا حمات اوانا عملت فيك يا اعشان تعمل فيها كده انا عاملة زي الخدام ما تحت رجلك اعمل لي كل حاجة انت عايزاها في الاخر عايزة تخلينا نوجز نفرق بعض ليه والله ما انا مسدق ان امه هي اللي تعمل فيها كده هي اللي تعذبني في حياتي كده انا اسفة داشتان وقفلي كده انا اسفة ما اتش عامل كده تاني انا والله غلطانة سامحوني